ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني الصدقة بتطهرك من زنوبك وبترفعك درجات أو بتزكيك عن اللي ما بيتصدقش كان لنا شرف أن احنا التقينا بجمعية طبض الحياة في أكتر من لقاء وكنا ساعتها وما زلنا طبعا بنحاول ندعم القرى الفقيرة والناس اللي ما عندهمش فرصة أنهم يشربوا كوباية ما ينظيفة وربنا يبارك لكل حد بيتصدق زي ما قلنا صدقات لنفسك قبل ما تكون للي محتاجها يعني جماعة نبض الحياة الحقيقة فيه مبادرة تانية أنا اتهزيت كده وخفت ودعيت ربنا يا رب يعني يسطرنا فوق الأرض وتحت الأرض المبادرة دي حيكلمني عنها الدكتور مصطفى العكريشي فبرحب بحضرتك أهلا وسهلا وسهلا نشو الآية أنا ذكرت تشكيلها مصبوط لأنني سألت حضرك في التشكيل خفت أكون بغلط لا ما شاء الله قبل ما تكلمني عن التجربة حضرتك فكرة الصدقة اللي بتزكي بيها نفسك وبتطهر بيها نفسك من ظروبك في كلمة كده صغيرة بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الآية اللي حضرتك ذكرتها دي الكلام من مين لمين من الله سبحانه وتعالى لمين لعباده لسيدنا النبل عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له يا محمد خذ من أموالهم صدقة خذ يا محمد من أموال الناس دي صدقة وصدقة دي جاي من ايه من الصدق يعني علامة صدقك مع الله سبحانه وتعالى هي الصدقة اللي انت بتطلعها دي علامة انك مؤمن بالله سبحانه وتعالى هي الصدقة دي حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ايه كان بيقول في الحديث الشريف الصدقة برهان الصدقة برهان برهان على الايه على الإيمان على أنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى على أنك مصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى على أنك مصدق كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد خذ من أموالهم صدقة ليه يا رب؟ قال له تطهرهم وتزكيهم بها تطهر نفسهم من إيه؟ من أمراض اللي هي المعنوية اللي جوه قلبك اللي هو الشح والبخل والأنانية حب المال وغيره 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 بالأمراض اللي بنشوفها والزنوب وكلنا زنوب يعني اشتركوا في القناة